أمام الإنسداد الذي تشهده الأزمة المالية مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الإكواس وفي محاولة بعض دول الجوار الوساطة بين الطرفين أوفدة الجزائر أمس الاثنين رئيس لجنة مراقبة اتفاق السلام والمصالحة الوطنية المنبثقة عن مثاق الجزائر بجمع دينمي إلى العاصمة المالية باماكو الذي أكد حقب لقائه برئيس المجلس الانتقالي أسيميغويتا أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار ووحدة دولة مالي وكذا استقلال قراراتها السياسية كل هذه المساعي التي تقوم بها الجزائر يعكس مدى دورها المهم والبارز في المنطقة والذي دائما ما يدعم مساعي السلام والاستقرار في المنطقة متابعون للأزمة المالية يرون من زيارة بجمع دينمي الذي حمل رسالة شفوية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى العقيد أسيميغويتا أنها بادرة نحو حل الأزمة وأن الإكواس قد يتقبل مبادرة الجزائر والوساطة بين الطرفين فالمجموعة الاقتصادية الآن سوف تقبل بما ستقترحه الجزائر عبر ما سوف تتفق معه مع الحكومة الانتقالية بجمع دينمي أشار إلى أن الجزائر تدعو الطرفين المالي ومجموعة الإكواس للجلوس على طاولة الحوار يميزها الهدوء كأفضل طريقة للنظر في أمر المشاكل وحلها ترجمة نانسي قنقر